تبشر شؤون الجمارك عملها عبر منافذ البلاد من خلال تطبيق الإجراءات الأمنية والجمركية التي تضمن سلامة الوطن وفي الوقت ذاته تقديم التسهيلات المتاحة وفي هذا الإطار تعمل شؤون الجمارك وفق منظومة حديثة مدعومة بتقنيات متطورة تسهم في سرعة الإنجاز ومعدلات الكفاءة لشؤون الجمارك دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية أمن المنافذ الجمركية من حيث رقة العمل الجماعي الذي ينعكس على التخليص الجمركي المنضبط كما تواصل شؤون الجمارك على عملية البناء والتطوير في أكثر من مجال يتم تطبيق حركة الدخول والخروج بتسهيل الإجراءات في فتح جميع المسارات خصوصا في وقت الذروة أما في الإجراءات التي تطبق لحماية المنفذ فبيكون أولا موظف الجمارك بيكون لحس أمني مع المسافرين وأيضا عندنا أجهزة مساعدة مثل الإكس ري لتفتيش السيارات والأمتعة وأيضا بيكون عندنا الكيناين الجناح الأثر بيكون للكشف عن المخدرات والمتفجرات لحماية البلد نحن في نهاية المطافة أهمنا أن يكون راحة المسافر والهدف الأول هو توفير الأمن والسلامة فبداية أنها تبتدي من شركة مطار البحرين إلى شركة خدمات المطار باس ومن ثم إلى صالة الجمارك طبعا دور صالة الجمارك تفتيش المسافرين وتأكد من المتعة واللوازم الشخصية وإلى آخر من هذه الأمور وفي بعض الحالات التي تكون فيها مثلا بعض الضوابط التي فيها قيود وأشياء التي تكون ممنوعة ومن إلى آخر من الأمور التي تطبق فيها أما بخصوصا عندنا النظامين اللي هو النظام المسار الأحمر والمسار الأخضر اللي هو هذا طبعا يسهل من مرور عملية المسافرين وتدفق إلى خارج مبنى المطارة وصالة الجمارك والأحرى يلتزم موظف الجمارك بالوفاء بالتزاماتهم ومسؤولياتهم لتسهيل حركة السفر ونقل البضائع وفق الضوابط والإجراءات المنظمة بما يدعم دور مملكة البحرين كمركز ومحور لاستقطاب المشاريع التجارية في الصابق كان هناك تدخلات ما بين الإجراءات الجمهورية وإجراءات التي تتعلق بالجهة ذات العلاقة فالهندسة الجديدة أفصلت ما بين هذه المراحل فأصبحت المرحلة الأولى تتعلق بالمخلص والجهة ذات العلاقة يتم انتقاها المرحلة الأولى وبالتالي تنتقل المرحلة الثانية التي تتعلق بالخدمات الجمهورية هذا الوقت محسوب على الجمارك الوقت تم تقليصه من ساعات إلى دقائق معدودة إلى أن يتجاوز لا يتجاوز الساعة الوحدة هذا الإجراء ساهم في تسهيل الرقابة الجمهورية فأصبحت الهندسة الجديدة هذه ناقلة جمهورية ممتازة ومتميزة لاغة استحسان جميع المتعاملين من المخلصين والمستوردين والمستثمرين أما فيما يتعلق باستقبال المسافرين فلدينا قاعة مجهزة تجهيز كامل كأجهزة الشعر لدينا موظفين ثابتين ففي حال وجود باخيرات سياحية تتم التفتيش حسب النظام تعمل شؤون الجمارك على تحديث الأنظمة والإجراءات الجمهورية الفعالة بصورة مستمرة بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية في إطار تقديم خدمات جمهورية متميزة على مستوى عال من الجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر